السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم معي في فيديو جديد اتمنى يلقاكم الفيديو في احسن الاحوال وانتو ما كتشاهدوه اللي من شاء الله بيتشارك معكم واحد العاصر اللي كيجي رائع جدا كيجي لديد خاتر وبكمية وفيرة يعني ديري العاصر ونساي مدة ايام كيجي تبارك الله اقتصادي وبكمية اللي وفيرة وكيجي لديد بزاف ما تشبعوش منه كيجي حسن من عصاني دي الحانوت اتمنىكم تجربوه وتردو علي الخبار فعلا كيستحق التجربة ديالتكم لأول مرة كيشوف هاد القناة ما ينساش اشترك فيها ويفعل زر الجرس باش يتوصل لكل جديد واعمل لي واحد لايك جزاكم الله وكل اخير ومن طولش عليكم دزوء للمكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة اذا على بركة الله عندي هنا واحد الكمية ديال الخوخ تقريبا كيلو ديال الخوخ غسلته مزيان ونقعته في الماء وشوية الخل لان غارة ديب ديك القشرة ديالتو ضروري ما تغسله مزيان وعندي هنا نسكيلو تقريبا ديال الجازر لك سبعة الخيزويات اولا استا قطعتو على هاد الشكل هذا ارقاقين باش ما يجيكم الفيديو طويل انا سرعت لكم شوية الفيديو باش ما تملوش منو تكملو معايا تحت الاخير ومرحبا بكم عندي في القناة غدي ناخد واحد طنجرة غدي ندير في هاداك الجزر التحت وغدي ندير ذاك الخوخ غدي ندير عليه جوجي طرق ديال الماء وغدي ندير في طيب هاد طنجرة ديال الضغط ضروري ما تدير في الطنجرة باش كيجين هاداك القوام ديالو زوين سوف اقليم سوف اقليم ربسوه كنحيضوا طيب العظيمات غير حسب ان تقليم الخوخات كي ميجدوا حتى عظيم سوف ربسوه ميكسدوه ميكسود او لا تديروا الخلاط ديال العاصر يعني انتم ماء و اللي عندكم في الدار لكن لك الميكسور كان احسن كيكون عمالي و بلا كثرة يعني بلا كثرة المماعن سوف نزول دوك العظيمات كاملين نضيف كاس و نص حتى الجوج كيسان ديال ساندة يعني لا حسب الضوء لان هنا غير تحصله على خمسة اطرق ديال العاصر انا في الاخر درت الجوج كيسان ديال ساندة جنيه هو هاداك في القاوفة في المعضاق دياله اللي ما كتبغيش الحلاوات ديال كاس و نص ديال ديال ساندة صافيكا مطحن هادش مزيان 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 حيث ما غديش نصفيه غدي نخليها كاك من بعد عك نضيف واحد جوجيا غرص ديال الخوخ اه من الاحسن من الاحسن ديرو دارون ديال الخوخ كيجي واحد المادا قواعر ما تشبعوش منو كيجي مواتي مع مع الخوخ والجازار كيجي ولا ارواع اه وضفت واحد اطرق ديال الما اه وغدي نرجع نضيف اطرق ديال الما يعني بحل المجموع درج جوج اطرق ديال الما في السلق و جوج اطرق ديال الما هنا في فتحين دياله يعني ربعة اطرق ديال الما اللي درج اه يعني كنتحصل على خمسة ليترو ديال العاصير يعني منك تخويف هده اللي عندك هاد البيضو منك تخويه مع مرش اللي لكم البيضو يعني ضروري ما تعمروه يجي القهوام وهذاك خمسة ليتر تقدروا غير يعني ذاك الشي اللي عندكم تقدروا غير جوج غزوية او هلاث لاته مثلا او غرب عاد خوخات يعني انتمو المكونات الي عندكم فدار ماشي بدرورة تعملوهاد القياس هذا مكونات قليل و ياغورت واحد بعد برد يمزيان هذا العصير انقضوا معكم على هاد الشكل هذا يجي خاتر يجي لديد مدة ايام يعني و يحمق هذا العصير شبيه او لا عصيري وهذا احسن لانه منزلي و شي حاجه صنع ديال الدار اللي كتجيل ديده و ما تشبعوش منها و شي حاجه صحيه وهذا هو الشكل دياله النهائي ما تنسوش ليال بصيمة نزلو ديرو ديك البصمة باش الفيديو اقترحوا اليوتيوب و تشوفوا قاع الناس و ها انتو ما شوفوا معي القوام تبارك الله كيفاش يجي خاتر و مضاق لديد لديد يعني حتى تجربوا و عد حكمو و شاركوا هاد الفيديو مع الاهل و الاحباب و الاصطيقاء و شاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة لانه في هذا الصيف هاده كنحتاجوا الميت لهاد العصائر هاده لكي يبردوا علينا العطش و كيس له حتى الضياب و المناسبات غير جربوه متن دموش و كتبواليا في كومنتر كيفاش جاكم و هذا هو الفيديو دياليوم و نسلط لنهاية ديالو و انظروا لكم موعيد الفيديو قادم بحول الله وصفة جديدة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة